بآخر أسئلة يقول هل المني طاهر أم نجس وإذا وقع على اللباس هل يجب غسله غسل اللباس المني ليس في نجس هو طاهر وإن غسله من باب إزالة الوسخ عن الثوب فهو أحسن وقال كان طوف النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه المني يفرك يابسه ويغسل ورطله من باب إزالة الأذى والدنس عن الثوب وإلا فهو طاهر لو صلى فيه صلاته صحيح نعم